ضربة كبرى من الداخلية المصرية ضد داعش ننشر لحضركم التفاصيل وعاجل التحذيرات المصرية الأخيرة لإثيوبيا قبل ضرب سد النهضة منذ قليل الوضع يزداد سوءا ومفاجأة كبرى اتهامات لوزير النقل بالتقصير بعد حادث كتار طوخ وعاجل جدا مفاوضات مصرية روسية ننشر أيضا لحضركم التفاصيل وتعليق ناري من الأزهر على ما فعله داعش قبل ما نبدأ في تفاصيل الأخبار اشترك في القناة من زرار الاشتراك الأحمر أسفل الفيديو ده مهم جدا عشان تجيلكم أهم الأخبار واضغط على زرار اللايك عشان توصلك فيديوهاتنا أول بأول عاوزين نوصل ألفين لايك على هذا الفيديو قبل ما نبدأ في الأخبار اللي بيحب مصر ووطني وبيحب بلده يفجر التعليقات بكلمة تحيا مصر وانتو وطنيين وقدها تعالوا نبدأ بتفاصيل أول خبر معنا وضربة كبرى من الداخلية المصرية ضد داعش قوات الداخلية المصرية تفاصيل عملية القضاء على خلية مسلحة تابعة لتنظيم داعش ضالعة في قتل مواطن قبطي في سيناء نشرت أرتي سور لأسلحة التي كانت بحوزة العناصر الإرهابية وذكر مصدر أمني أن قوات الأمن رصدت مكان تواجد المجموعة المتورطة في حادث مقتل المواطن القبطي نبيل حبشي بمنطقة الأبطال بشمال سيناء مشيرا إلى أنهم خططوا لتنفيذ عدد من العمليات ضد قوات المسلحة والشرطة وقال المصدر أنه يعني بناء على معلومات تم رصد ثلاث عناصر من تلك الخلية شديدة الخطورة بذات المنطقة كانوا ركبين عربية مركة نيسان ربع نقل بيضاء اللون حيث أمكن إحكام الحصار عليهم بتلك المنطقة بمعرفة قوات وبمجرد استشعارهم ذلك قاموا بإطلاق النيران بكثافة تجاه قوات والتعامل معهم ما أدى إلى مقتلهم وانفجار حزام ناسف كان يرتدي أحدهم وعثر بحوزتهم على ثلاث سلاح آلي وواحد حزام ناسف وواحد قنبلة يدوية وكمية من الطلقات الآلية وقال المصدر إن بين المستهدفين قيادي في داعش يدعى محمد زيادة سالم زيادة واسم الحرقي عمار واصفا إياه بأخطر العناصر الإرهابية في محافظة شمال سيناء والثاني هو قيادي في داعش ويدعى يوسف إبراهيم سليم القرم واسم الحرقي أبو محمد وتابع المصدر أنه يجرى حاليا ملاحقة باقي عناصر تلك الخلية الإرهابية المتورطة في حادث مقتل المواطن نبيل الحبشي حيث أمكن تحديدهم وتبين أنهم كل من جهاد عطلة سلام عودة وأحمد كمال محمد شحاتة وخالد محمد سليم حسين المصدر معنا كان من RT ووزارة الداخلية تحية كبيرة لأبطال وزارة الداخلية وأقوات المسلحة المصرية على هذا العمل العظيم ونحن يعني رجعنا حق القبطي نبيل الحبشي تحية مصر أترك لحضرككم التعليق على هذا الخبر لو حضرتك جيت لجزء دا من الفيديو يا ريت ما تنساش تدعمنا باللايك والاشتراه في القناة ويلا ندخل على الخبر التالي خبر آخر معنا كنتها الأهمية وعاجل التحذيرات المصرية الأخيرة لإثيوبيا قبل ضرب سد النهضة منذ قليل الأمر يزداد سوءا وزارة الرأي المصرية طلعت وقالت أن تنفيذ إثيوبيا عملية الملء الثاني سد النهضة واحتجاز كميات كبيرة من المياه سيؤثر بدرجة كبيرة على نظام النيل الأزرق والوزارة أكدت في بيان أن ما يقال بشأن المخارج المنخفضة وعددها اثنين فتحة قادرة على امرار متوسط تصرفات النيل الأزرق وإدعاء غير صحيح حيث أن القدرة الحالية للتصريف لا تتعدى خمسين مليون متر مكعب يوميا لكل الفتحتين وهي كمية لا تفي باحتياجات دولتين المصب ولا تكفي متوسط تصرفات النيل الأزرق واعتبرت أن تنفيذ عملية الملء الثاني هذا العام واحتجاز كميات كبيرة من المياه طبقا لما أعلنه الجانب الإثيوبي سيؤثر بدرجة كبيرة على نظام النهر لأن المتحكم الوحيد أثناء عملية الملء في كميات المياه المنصرفة من السد ستكون هذه المخارج المنخفضة وسيكون الوضع أكثر تعقيدا بدءا من موسم الفيضان أي شهر يوليو القادم لأن الفتحات ستقوم بإطلاق تصرف أقل من المعتاد استقباله في شهر يوليو أغسطس ووزارة الرأي المصرية ذكرت أنه كان من المفترق قيام الجانب الإثيوبي أثناء عملية الملء الأول بتوليد الكهرباء من خلال وحدات التوليد المبكر عدد اثنين توربين إلا أن الجانب الإثيوبي قام بعملية الملء الأول وتغزين المياه دون توليد الكهرباء وهو ما يؤكد أن عملية الملء الأول تمت لأسباب إعلامية وسياسية وليست لأسباب فنية الوزارة أكدت أن مخارج التوربينات التلاتاشر غير جاهزة للتشغيل حاليا ومن ثم فإن توليد الكهرباء بالدرجة التي يروج لها الجانب الإثيوبي غير صحيحة وهناك ارتباط قوي بين جاهزية التوربينات للتوليد وبين كمية المياه المخزنة معتبر أن الجانب الإثيوبي يصابق الزمن لفرض أمر واقع على دولتها المصب من خلال ملء بحيرة السد للعام الثاني على الرغم من عدم جاهزية السد للتوليد الكهرباء المخطط له وشددت على أن مصر أبدت مرونة كبيرة خلال المفاوضات على مدى السنوات العشر الماضية بهدف الوصول لاتفاق قانوني عادل وملزم فيما يخص ملء تشغيل سد النهضة كما أكدت أن شروع الجانب الإثيوبي في بدء عملية الملء الثاني للسد هو استمرار للنهج المتبع بفرض سياسة الأمر الواقع باتخاذ إجراءات أحدية من شأنها إحداث ضرر بدولتان مصب وذلك لغياب آلية تنصيق واضحة بين الدول الثلاثة في إطار اتفاق قانوني عادل وملزم يعني فيما معناه تلخيص هذا الكلام وتلخيص هذا البيان أن إثيوبيا فتحت اتنين من فتحات سد النهضة والفتحتين دول بيخرجوا مياه بس خمسين مليون متر مكعف في المياه يوميا وهذه الكمية لا تكفي مصر السودان إطلاقا كمية قليلة وستسبب عطش في مصر والسودان وهذا الأمر لن تسمح به مصر أترك لحضرككم التعليق على هذا الخبر خبر آخر معنا ومفاجأة كبرى اتهامات لوزير النقل بالتقصير بعد حادث قطار طوخ تلقى مجلس النواب المصري بيانا عاجلا حول حادث القطار الذي وقع يوم الأحد الماضي في مدينة طوخ بمحافظة القليوبية شمال القاهرة وتسبب في وفاة وإصابة العشرات وبحسب صحيفة المصر اليوم فقد تقدم النائب فريد البياضي عضو مجلس النواب ببيان عاجل قدمه للمجلس حول الحادث واتهم النائب المصري في بيانه وزير النقل الفريق كامل الوزير المقرب من الرئيس السيسي بالتقصير وحمل المسئولية السياسية للوزير وطالب البياضي بتشكيل لجنة من البرلمان والخبراء لتقصي الحقائق وتحديد ما تم انفاقه على تطوير منظومة السكة الحديد والخطة الزمنية للانتهاء من التطوير وأعلنت هيئة السكك الحديدية المصرية في بيان أن القطار كان في طريقه من القاهرة إلى مدينة المنصورة بالدلتة وخرج عن مصر وذلك بعد نحو 40 كيلو مترا شمال القاهرة وقالت وزارة الصحة في بيان إن 11 شخص توفوا وأصيب 98 آخرين في الحادث الذي لا يزال قيد التحقيق وهذا الحادث هو الأحدث ضمن سلسلة حوادث قطارات في مصر في الفترة الأخيرة مصدر معانا كامل المصري يوم البقاء لله في المتوفيين بسبب هذا الحادث ربنا صبر أهليهم بإذن الله وربنا يشفي يا رب المصابين ويعني ارفع عنهم البلاء قبر آخر معانا وتعليق ناري من الأزهر على قتل قطيا على يد داعش علق الأزهر الشريف في مصر على مقتل مواطن قطي على أيدي عناصر تنظيم داعش الإرهابي واعتبرت إن هذا العمل يؤكد تجرد تلك الجماعات الإرهابية من أدنى معاني الإنسانية قال الدكتور محمد الضويني وكيل الأزهر الشريف خلال مناسبة إحياء ذكرى إنشاء الجامع الأزهر عن تعازيه لأسرة ضحية الغدر والخصة الفقيد نبيل حبشي الذي غدر به على يد المجرمين الإرهابيين من تنظيم داعش في مشهد صعب ويؤكد تجرد تلك الجماعات الإرهابية من أدنى معاني الإنسانية كما تقدم الدويني بخالص العزاء لأسر ضحايا قطار الطوخ القليوبية متمنيا الشفاء العاجل للمصابين المصدر معانا كان من RT وهذا كان تعليق الأزهر على تنظيم داعش الإرهابي وما فعله بقط نبيل حبشي ننتقل لخبر آخر وعاجل جدا مفاوضات روسية مصرية ننشر الآن لحضركم التفاصيل أكد وزير الزراعة واستصلاح الأراضي المصرية السيد القصير على أهمية تعزيز التعاون بين روسيا ومصر في المجال الزراعي وذلك في ظل العلاقات المتينة بين مصر وروسيا وجاء ذلك أثناء اجتماع عقده الوزير المصري مع السفير الروسي لدى القاهرة حيث تم بحث آفاق التعاون الزراعي بين مصر وروسيا الوزير أشار إلى أهمية التعاون في مجال البحوث الزراعية وتبادل الخبرات والاستزراع السمكي والإنتاج الحيواني فضلا عن تطور صناعة الدواجن خاصة بعد إعلام منظمة صحة الحيوان العالمية بخلو 30 منشأة مصرية من الفلوانزا الطيور والوزير أشاد بأهمية موقع مصر الجغرافي وقال إن مصر هي بوابة التعاون مع إفريقيا وأكد أيضا على رغبة الجانب المصري الاستفادة من الخبر الروسية في مجال إنتاج التقاوي وتحسين السلالات من جانبه أشاد السفير الروسي بحجم التعاون بين مصر وروسيا والعلاقات المتميزة بين قيادة سياسية في مصر وروسيا وأكد أن هناك رغبة حقيقية في زيادة وتعميق التعاون في كل المجالات كما أشاد بجودة المنتجات الزراعية التي تستوردها روسيا من مصر وأهمها الموالح والبطاطا والثوم حيث تشهد إقبالا كبيرا من المواطنين الروس وتتمتع بسمعة جيدة في الأسواق الروسية السفير الروسي أعرب عن رغبته في زيارة وزير الزراع الروسي لقاهرة للإطلاع على النهضة الزراعية التي تشهدها مصر حاليا والبنية التحتية في هذا المجال الهام كما تمنى زيارة وزير الزراع المصري لموسكو للإطلاع على النهضة الزراعية الروسية المصدر كان معنا من RT وطبعا يعني العلاقات المصرية الروسية مهمة جدا ونشهد لها أنها علاقات مميزة وقوية جدا وأترك لحضركم التعليق على هذا الخبر تعالوا نشوف آخر أخبار حادث قطار طوخ والمنطقة التي وقع بها الحادث عادت حركة القطارات لوضعها الطبيعي في محافظة القليوبية المصرية بعد إصلاح خط السكة الحديدة الذي شهد حادث قطار طوخ يوم الأحد الماضي ومر أول قطار على السكة الحديد من مكان الحادث بعد عملية الإصلاح واستبدال القطبان القديمة بأخرى جديدة مع الاستمرار في كافة الإجراءات الخاصة بالأمان والسلامة وفرض طوق أمني بالمنطقة كما مر قطار قادم من القاهرة على القطبان الجديدة التي تم تركبها اليوم لتعود الحركة لوضعها الطبيعي بعد إصلاح خط السكة الحديد واستبدال القطبان بأخرى جديدة المصدر معنا كان من RT نتمنى إن شاء الله إن ما يحصلش حوادث أخرى بسبب القطارات لإن إحنا تعيدنا حقيقي سلسلة من الحوادث الصعبة للقطارات في مصر ولكن هذا الأمر يجب سريعا محاسبة المسؤولين عن هذه الحوادث ونتمنى الخير للشعب المصري العظيم ويجينا لنهاية نشرة الأخبار كان معكم إسلام من قناتكم مصر ميديا إي بي وصفحتكم على فيسبوك برضو بنفس الاسم مصر ميديا إي بي إن شاء الله أشوفكم في فيديو جديد وقريب والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وبركاته